السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موضوعنا الان الوحدة الثالثة عشر here and now والتي عنوانها هنا والآن بداية وطر بكلر ما هي الألوان رائبة طرص النوم احتوي على كلمات تدل على الألوان بلو أزرق غريل وهو اللون الرمادي كما نشاهد أسفل ذلك الصندوق اللون الأخضر غريل ننتقى لنا السؤال الثاني ما هي المنابس right words from the box انها الصندوق احتوي على كلمات المنابس jump bar هذا البلوز shirt and tie تي شيرت القنيس تصر كان عن shorts وهو الغطر القصير سكرت النورة هناك أشكال أخرى نجدها shoes and socks نجدها وهو الأهلية و الجراء trains trainers وهي أهلية أو حدا من الرياض jacket وهذه السترة scarf و الشاح نسميه بالعنية اللفاف post تلاحظون يغطي جزء من الساق أو الساق يكمل يختلف عن الهداء العادي السود عن بدلة browsers نتقل إلى الصفحة الأخرى فنجد هناك الأفعال والنقيض هذا الصندوق يحتوي هذه الكلمات النقيمة مجرد أنها مناسب نضطينا مثال leave arrive لحثة عادة اقل عامل عامل أقل العامل عامل الواند تعقل عامل كم مهلا يتبكر ينسى يلبس لكم في اخلاق وان يرضى يفقد هناك ايضا هناك الصور بها عبارات فنختار الكلمة المناسبة الموجودة بما المناقب تطلب الاقب الداسك عن السابق ونقيدها السايل بي تاب وطنطق وان اخره وان اخره وان اخره وان اخره وان اتقل الى الصفحة الاخرى نجد هناك الصور تعبر عن أوضاع معينة لهؤلاء الناس وموجودة هذه الكلمات نضع في الصورة هذه الكلمات في الأماكن المناسبة لحاكمة ومقل الصورة الأولى نجد نبس المعطة فسنف دلنا عن الهرد جهاز خلوه هنا في حالة برد صفر وهنا ها نغرق وحالة جوه وهنا رياض تار في حالة دعب وهنا تاريستيح حالة بعضباش وحالة حر شعور بالحر ها نغرق وحالة برد برد حالة بجر وعنغرق حالة بابا بورد حالة قلق حدق 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 وعنده وجع فرد حالة بجرد حالة برد انها مؤمنة بالعامية حالة بجرد حالة بجرد هناك كلمات ممكن استفادة من التنظيم السابق وضع كلمات مناسبة فيها فراغات المحادثة تعير تيرستي وهديك وهديك ووجه صداع نتقل الى الوحدة الربع عشر حان وقت المغادرة والسفر غور ليس فقط انه يذهب وممكن انه تأتي ومعنى مسافر مسائل النقال المغادرة ديكار باس باس وطارقين باس وهو القارب الشراعي بايسيكل وموتور سايتل بالراجة الهواية بالراجة النارية ننتقل الى صفة اخرى محادثات تعبينية التعبيرات الاجتماعية نجد في الصورة الاولى في الصورة الاولى كيف حاجته يا ايدي ، اتحان لنستطيع حاولة انا امضي انه تتصير الامر على ما يرام شكراً سوف أفهم كل ما في وسي نراك لاحقاً سلام فصورة ثانية لا تقلق لا تقلق أولاً سوف أتعين أكمل سوف أشكر سوف أتعين إجازة سيد وحالت بسوء دعوناً شكراً أتعين مايو أيّ الصرحة شكراً آن نحن نذهب الى هذا الزفاف نجد في الصورة الرابعة قلت باي اذهب كافولي السلامة اذهب بعناية شكرا اذهب أنا سوف اتصل في حين عندما أصل سوف اتصل مراكة مضارفها قريبا في هذا الصورة الرابعة سأتصل لك ويدي لك ويدي لك ويدي لك ويدي لك ويدي لك ويدي لك شكرا ويدي لك سكت الصورة السادسة باي شكرا كل شيء ويدي لك كان من دواعي السرور كان من دواعي السرور ويدي لك ويدي لك ويدي لك ويدي لك وشكرا و السلامة ورحمة الله وبركاته شكرا